موسيقى 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 منظرة جميلة على البحر أكثر من هذا ولا شيء لأنه كهرباء مفكرة أول ما أجد يومين حكاثة 4 أو 5 أسبوع مناح وهلأ صار كمهية كمنظر جميلة 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 لأننا وسائل في لبنان نستفيد منها نعمل كهرباء من دون هذه القصص كلها لماذا نستفيد منها؟ مثل الماء والطاق الشمسية ومطارح في كتير هوا مصفى هوا كمان الآيوليان تصبغ بالنسبة لألية مبارك هناك مشكلة لأي قصائر الموضوع أما الأتراك يستعملوا يستعملوا موسيقى عندما يمشي على المطارات أكيد شيء غلط أصلاً إذا معطل أو ماشي الباخرة على الحلتين ما عم تجي الكهرباء ما حصينا أصلاً أن تحصل الكهرباء مع فقرية الباخرة فاطنا عادة بعضها فقاطة عادة نحن وهو بنتقل المتل الشمالي وحدي مشكلة عامة لأي أنه لو حدا بدي جارب يسعى طي يضبط شيء بالبلد من الكهرباء ما راح يخلوه لكن حدا عم يجارب يشتغل للأسطاح عم بيطيروه في أطراف سياسية وأنا بموضوعي عم بحكيه نسبة شوية سورة وزير الطاقة قدام العالم أنه هو موطب وعود وفاين الشي كتير طبيعي وعادة السياسي بالمنتل بيخوطوا ببعض حساب مصنح في المواطنة البلد كلها بوزاراتها وإداراتها مشلولة ما في شي لا رأى ببصبقة ولا رأى براحة للأسف يعني بس إنه شي مؤسب عم تقليها أنه عطولها بشول لا يتناسب مع وضع على وقفة الباخرة مع أنه يكون ضمن شرط العقد وتحمل وثولية والباقي على المواطن المعطن مخد عم بيحب الحق عميد لأي الحاعة الثلاثة اللي معرفت تحطت شروط لأقوبات الأول طريق والحق نفس الوقت على الشركة تاني اللي بلعت على الإعلام وحطت كمان شروطها وعرضت مشاكلها الأول طريق مبسطنا بس قالوا إنه إجيتوا يعني كل يوم ثلاث ساعات كهرباء وأربع ساعات يزيد إنه عال 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 ما كفت الشهر ها يلا با فيه هلا متانيت وقفين كله نسوا هاوني عمينا هالي شي بدي أقول هالكلمة خلينا نحط حق عالتاليين بعادوا لخي هاين اللي نسعوها هاين اللي حطوا فيه المضروب وهي مضروب وبدي جيبوا كهرباء هن بسطونا شباء صغيري ورجعوا خربوها هنا عدتهم لبنان كلهم خلاص ما تعودنا بلا كهرباء يعني إجيت فاطمي ولا إجيت ليلة وزائب خلاص عودونا على الشيء ترجمة نانسي قنقر ساعة هاين لترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر